شارع 11 في مدينة الرمادي شاهد آخر على ترد الخدمات وتعطل المشاريع في محافظة الأنبار وعنوان للإهمال والفشل الحكومي في جميع القطاعات حيث يعاني هذا الشارع من تلكئ مشروع تبليطه وصيانته رغم مرور أكثر من سنة على بدء العمل به هذا شارع 11 يربط من المجسر إلى شارع 20 ويربط منها من شارع عمار إلى الثيالة ويعني أذوا المحلات على هالشارع والمجسر هذا من المنصلين أو الأمطار من تمطر هاي الصير وحل ايه صير يعني هذا بماطور ينقلوا أبو سيارة يطخ سيارة بزلق يعني كل طين ايه ومن تمطر الدين هذا يعني حيالي صير طين يعني الجاهل بالمدرسة ما يقدر يقبر عليه الصفحة تأخر إنجاز تبليط شارع 17 بالرمادي عطل الحياة في جزء كبير ومهم من المدينة وتسبب بخسارة أصحاب المحل التجارية فيه وسط تأكيد السكان بأن الفساد هو سبب التلكئ والبطء في صيانة الشارع هذا الشغل حصل لها بالسنتين ثلاثة بشغلها هاي بالسنتين ثلاثة يهي شغلي هذا مالجه 17 حفروا بدفنوا حفروا وحطوا بواري حطوا وحطوا مال هاي الانترنيت ردوا وانهوا بحطوا هاي كلها مقاومة بالفلوس بالمليارات بالمليارات حطوا مجيوبهم قطع رزقهم شارع معفور سايد واحد وأغلب السيارات حديثة مطبعة شارع 17 يخاف على السيارة يقول لها كان ما طب خمار يجي يشتري لباتر من بعيد يشتري من غير مكان ما يجي يطبه بهذا المكان المحفر شارع معفور تريلات بايته هنا بالشارع ما البلد يظل تلكه بالعمل بطيء حيل جدا من العام شهر الثامن واللي حد نحسب التسالي السنة وتقريبا واربعة شهر نفس العمل ونفس السايد ماكو ايش ماكو ايش يموجه جديد بالشارع شارع 17 في الرمادي أصبح أثرا بعد عين وبات يعكس تردي بقية القطاعات الخدمية في محافظة الأنبار كما يشي بوضوحا إلى استشراء الفساد الحكومي منذ عام 2003 وحتى الآن متسببا بتعطل المشاريع وتلكئها في العراق